على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة الثاني نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذك علش نحطوا على ذنبكم سوعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السوعة الأولى عنا آخر أخبار التدهورات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذنبكم طبيب الاختصاص بش تسألوه ديركتمو على وضياتكم لجميع الاستشارات التدرية تسألوه وتستفسروا معه وضعياتكم الصحية ملتبعونا كل يوم من الثلين للجمعة من العشر النص نهار على الحياة الثامن في صنطة 0.0 صحتك بالدنيا أهلا وسهلا بكل ما لتحق بنا في السماع البوند فام تسعين ثلاثة للحياة الثامن إذا عطل قايرة وإننا للصحة نتواصل معكم مدة ساعتين من زمين من توا حتى النص نهار وعلى خاطر صحتكم متهمنا وصحتكم عزيز علينا الناس الكل وعزيز عليكم سيختون ناس انتم اللي برونشيء على التسعين ثلاثة يهمكم تسمعوا أهم النصائح الطبية اللي تهم الصحة متاعكم ودي ما نحكيوك يقولو الصحة نحكيوكم على الصحة بمفهومها الشامل اللي تهم صحتكم الجسدية صحتكم النفسية ومختلف الأشياء اللي تنجم تأثر في الصحة متاعكم كما عودنيكم مختلف الفقرات اللي نحاولو نبدو لكم بيهم لاميسيون امتاعنا ان نحسب الغناب المالي وحده وما المال وحده ألا تقدرون ثمن الصحة أم مال الصحة ثمنون تودسويت السوماغ في السوماغ لليوم مش يكون عانا برشا مواضيع مختلفة بش نتناولوها كما العاد نحاولو نبدو لكم بأهم الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم خاصة في ذل تفاشي جائحة كورونا نحاولو نشوفه الأوضاع عشرية كالكسوا في تونس وإلا مختلف بلدين العالم مش نبدو لكم ومع تونس نحاولو نعطيكم بعض الأحصائيات للكورونا واشنو والقديش من إصابات وقديش إذا كنفهم مويفايت نحاولو نعطيكم بعض الأرقام سينا مش مشوا بيكم للمغرب مع الغاء جبالية تفحص كورونا لدخول البلاد وقاعدين نلاحظوا اللي برشا دول ماشين في المنحة متاع كونهم يتخطى وقت تلقيح فما جبارية الفحص لدخول بعض البلدين سينا نحاولو نعطيكم بعض الأحصائيات في شفر سنتي كيف العادة اليوم مش نحكيو لكم على الربو اللي نجم يسيب 262 مليون خلال العام مش نحكيو لكم بأكثر تفاصيل في المقالة هذي على الربو كيفاش تنجم وتتصرفوا معه كيفاش تنجم وتتعاملوا خاصة نعرفوا ليهو مرض مزمن وكيفية التعامل معه سينو مش هكون حاضر زادا كيف كيف نذكركم معنا دكتور سوفيين عبد الكافي أخصائي الجراحة العامة برشا نيستعانية من الفتق يقول لك كيفاش إينا النجم نتعامل مع الفتق هل أنه فما إجبارية إجراء العملية وإلا ليه هل أنه النجم نعيش حياتي بصفة طبيعية إذا كان عندي الفتق فما أنواع مختلفة للفتق نجم نتحدثوا عليه إذا اللي بيش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع الدكتور سوفيين عبد الكافي اللي بيش يكون نضيفنا في الساعة الثانية إذا كيفاش نقول لكم تليفونيتكم على السبعين سفر خمسة وثلاثين مياه وعشرين وإلا سبعة وسبعين ميتين وثمانين وثمانين ميتين وتسعة وثمانين إذا كان عندكم استفساراتك بيش يكون حاضر معنا مباشرة للدكتور إذا كان تحبوا تسألوه بأكثر تفاصيل حاولنا نترقوا الهسين وبينصير نعملوا بيكم دورة في مختلف معتمديات القيروين ونحكي لكم إذا كانت فما تظاهرتك تتنظم إذا كانت فما حملات تحسيسية بيش تتنظم نحكي لكم مع الغرفة الفتاية الاقتصادية بيحاجب العيون اللي بيش تكون بيش شاركة مع الجمعية التنصية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية اللي بيش ينظموا قفلة صحية في الإتار هذية لتقصي الأمراض المزمنة كيما العادة وكيما في كل خيمة تحسيسية نتقصوا للأمراض المزمنة كنت حدثناكم في وقت سابق على خاصة مرض ضغط الدم اللي 3 مليون تونسي ينجموا يعاني ويكونوا يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم لكن ما هم مش عارفين بهذا هيدا بيش يكون محور موضوعنا اليوم في سوعتين من زمان نتواصل معاكم في سنتي 5.0 حتى نوص نهار أهلا وسهلا بأحمد المخلوفي في الأخرج تقنيه الحاسم سينو عابير ليم أمنة لكم ديجيتال زمينا حسيم الربحي في الأعداد يتخليكم روشي على تسانية ثامن تواح حتى نوص نهار سنتي 5.0 سينو معاكم المشوار في أخباركم الصحية في سنتي 5.0 ديما معاكم ما يتجدد في آخر الأخبار كالكسوات المحلية وإلا العالمية لتهم الصحة نتعكم كواد نف كواد نف سنتي في كواد نف سنتي بيش نبدأولكم بالمعلومات لتهم فيروس كورونا 5 وفايات و592 إصابة جديدة خلال الأسبوع وينسجلت وزارة الصحة 5 وفايات جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 خلال الأسبوع الممتد من 9 لـ 15 ميل جالي بنبلغ العدد الجملي للوفايات 28 628 وفايت منذ بداية الجيحة اللي كانت في شهر مارس 2020 حسب بلاغ لوزارة الصحة اللي كانت أصدرته أمس الثلاثة وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 4.11% وينبلغ عدد المصابين الجدد 592 شخص من بين 14 411 شخص كانوا أجروا التحاليل لإمتاحهم ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 1.41789 تمثل 1.27699 شخص منهم للشفاء كان بلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفية العمومية والمصاحات الخاصة خلال ذات الأسبوع 34 مريض هذا حسب البلاغ اللي كانت أصدرته وزارة الصحة يوم أمس الثلاثة سبعتاش ميل 2022 في تيلة الأسبوع الممتد نذكركم الفترة من 9 حتى 15 ميل موسطين معاكم زيدة معا وزارة الصحة وينشرف وزير الصحة علينا مرابط أمس الثلاثة زيدة على اجتماع اللجنة الفنية للتلقيح واللي كان خصص النظر في إمكانية تحيين الرزنامة الوطنية لتلقيح الأطفال وهكيك إدراجهم في تلقيح جديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصحة الطفل ونعرف واحنا الجرعة الرابعة تقديم قلنا الأشخاص اللي فوق 60 سنة والناس اللي تعاني من الأمراض الموزنة ما مشين في المنحة بتاع كونهم ما زالوا بشي دخلوا فيئة أخرى للتلقيح هذوما لتعزيز الجرعات اللولة الثانية والثالثة بجرعة رابعة وهكيك حماية لأنفسهم وباش ما ندخلوش في الموجة السيدسة بتاع كوفيد 19 وهكيك نتجاوز المحن ودي ما نذكروكم اللي لازم تحافظوا على البروتوكول الصحي امتاكم انيس الكل حتى في ظل اللي مزلنا معانيش برشة إيصابات في الأيام هذوما لكن ديما تجاوزا لك الحاجات اللي تنجم تصير والحاجات اللي تنجم تصير على غفلة دونك ما سيرش نحترموا البروتوكول الصحي نلبسوا لبافيتم تانا نحافظوا على التباعد الجسدي حتى راهوا مش حماية من الكوفيد حماية من الأمراض اللي تكون منقولة وسارية المفعول دونك اذيك عليش ديما ننصحكم بالحفاظ على البروتوكول الصحي مع شهر ماي هو خاصة غسيل الأيدي الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي هو كفي نفس الإتار تجي عن لكم تحاولوا تحافظوا على البروتوكول الصحي مزلنا مصنف في أخبارنا الصحية نمشي ومنتونس نمشي بكم للمغرب وينتم في المغرب إلغاء إجبارية فحص كورونا لدخول البلاد وقت اللي قررت الحكومة المغربية إلغاء إلزامية إجراء فحص أعراض فيروس كورونا لبسير لدخول البلاد كانت قالت الحكومة في بيان لها أن القرار هذا بيش يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر البيان اللي كانوا قرروا فيه إلغاء إجبارية تفحص كورونا وكانت أرجعت القرار للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير حالة الطويرق الصحية والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب وكانت بديت الحكومة المغربية بفرض إجراء هذا الفحص للرغبين في الدخول إلى المملكة المغربية خاصة منذ شهر جوليا 2020 نذكركم من مصدر هو وكيلة أنظول المغربية دونك اللي كانت تتحدثت في الإيتر هذية وكانت قالت وحكيت على قرار إلغاء إجبارية فحص كورونا هما كانوا قالوا اللي بختيكمو بعد نهاية مارس بداية نهاية الكورونا لكن هذا في خضام اللي يكون على الأقل أكثر من ثلثي العالم يكونوا أجروا التلقيح أمتاحهم وقتها ممكن أن نجمو نتحدث ومزيلوا بعض الدول ما استوفيوش التلقيح وما استوفيوش الجرعات لكل مديمة سيصوروا إحكم الناس الكل انتبعوا بشوية بشوية على خطر دي ما فهموا متحورات جديدة قاعدين نشوفوا هي آخر متحور أميكرون اللي هو سريع الانتشار يعطى برسه تأثيراته ما هيش كبيرة برسه لكن دي ما إلى حد هذه اللحظة ما زال ما فهميش حل جذري بالنسبة لي كوفيد تسعة تسعتاش لكن فما التلقيح اللي ينجم يحميكم الناس الكل شرع ببعد عليكم الوباء هذي وبعد عليكم كل الأمراض كانت هيفي كودنف كودنف سانتي نكملين معكم من تواحات النس نهار في سانتي 5.0 كل ما يهم الصحة متاعكم من أخبار من دراسات من معلومات تنجم تفيدكم من ناس الكل الربو يسيب 262 مليون خلال عام نحاول نعطيكم بعض النصائح لتجنب النوبيت الموزعجة خاصة الناس اللي تسمع فينا على تسعين طيثة وعندهم المرض هذا اللي يعاني ومنوا يعرفوا مليح على شنوا قاعدين نحكي واذيك عليش فنجيكم بأكثر تفاصيل مع بعض الأرقاع مع البغضة فيم تسعين ثلاثة إذاعة القيروين للصحة نزل نمصين معاكم المشهر حتى نص نهار في سانتي 5.0 نذكركم من ناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع في التوقيت هذية بعد بشوية بش نحكي لكم على أعراض الفتق والأنواع متاعه والعلاجات أهم المعلومات اللي تنجمت فيكم مع دكتور سوفيين عبدالكي في أخصائي الجراحة العامة في ألو دكتور سنو قبل هذة بيانشور مختلف الإحصائيات وإلا الدراسات اللي تهم الصحة متاعكم حديثنا على الربو يسيب 162 مليون خلال عامة نتجم تكون النوبة متعربوا ومخيفة جدا من يكفح الشخص للتنفس ونجم يحس زاد بيئة لمذيق في صدر متاعه مع السعال والصفير كيفاش يتخطاوا الوقت هذية المزعج خاصة النيس اللي عندها نوبة الربو المزمنة في التهيب الشعاب الهوائية في رئتين متاحهم الشي اللي يخليه مصعب عليهم تحريك الهواء للداخل والخارج نحاول نعتيكم حقائق ومعلومات رئيسية على الربو وانقدمت منظمة الصحة العالمية في الشهر هذة مجموعة من الحقائق والأرقام على مرض الربو اللي أصاب نحو 262 مليون شخص في عام 2019 وتسبب في وفاة 461 ألف شخص الربو هو من الأمراض غير السارية الرئيسي نجم يسيب كلكس والأطفال اللي بالغين على حد سواء وين يهدي إلى التهيب المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين وذيقها إلى ظهور أعراض الربو غالبا تجمع أعراض الربو بين السعال والأزير ينجم زيدي كيف كيف ذيق التنفس وإلا ذيق الصدر وإلا زوز من الأعراض هذه اللي تنجم تتفاقم خاصة في الليل أو إلا أثناء ممارسة الرياضة صحيح الربو ينجم يكون أسوأ في الشتاء ما زيدي ينجم بعض الأشخاص يعني ومنه في فصل الصيف فذيق عليش يحاولوا ديما ياخذوا التدابير الوقائية اللي يزما ويحاولوا يتعاملوا مع الأشياء هذية يتحصلوا على لقاح الإنفلونزا والالتهاب الرئوي يتجنبوا مسببات الربو وزيدا كيف يرقبوا التنفس متاحا مع التعرف على احتمالية حدوث نوبة الربو كما سواء الخفيف الأزير وإلا إذا كنت صاحب الزوز أعراض مع بعضهم فما إصعافات أولية لازم يقوموا بها الشخص المريض بالربو وإلا الأشخاص المحيطين بيها لازم كيف كيف يعرفوا تكون عندهم سرعة البديهة في التصرف يكونوا يقعدوا مستقيمين خاصة يعانوهم على الجروس بشكل مستقيم على فتح الممرات الهوائية الشي اللي بيشي سهل حركة الهواء عبر الرئتين زيدي نجموا يميرسوا تمارين التنفس كيفاش الغرض من التمارين هذية هو أنهم يقلوا من عدد الأنفاس ويخليوا الشعب الهوائية متاحهم مفتوحة لفترة أطول ويسهلوا التنفس متاحهم ومن أشهر عملية التنفس هو من البطن الشهيق عن طريق الأنف مع وضع اليدين على البطن متاحهم زيدي كيف كيف المريض لازموا يقعدوا بشكل مستقيم عفواً مع اللي هو يكون شكل مريح في القعدة متاعه ويخلع وإلا يحل شوي على أقل ملابس إذا كان خاصة تكون ضيقة إذا كان المصاب عنده حالة رابو مزمنة قاعد يستعمل في أدوية كيما جهاز الاستنشاق ينجم يعاونه في الوضع هذية إذا كان عنده شخص جهاز الاستنشاق ينجم يستعمل واحدة من مجموعة الإصعافات الأولية زيدي كيف كيف يخلي العبدية تنفسه بشكل كامل يولي حل الفم متاعه بأحكام حول الفاصل هذيك وتكون هما ديجا عندهم الطريقة المثلة لكيفية استعمال جهاز الاستنشاق هذا اللي بشي سهل عليهم عملية التنفس ويخذوا أربع نفسات ويستنيوا دقيقة بين كل منها وهكي كم ينجموا يتنفسوا المديمة تقعد التعاملات مهمة جدا مع مريض الربو اللي تكون عنده الحالات الموزمنا هذي واللي تنجم فما مسبيت لها تخلي الحالة تدفاقم نوك ربي يحمي الناس الكل نعاود نذكركم بإرشادات للبقايا منا وبيت الربو كونكم تلتزموا بالخطة العلاجية متاعكم تتحصلوا على لقاح ضد الانفلونزا وإلا الالتهاب الرئوي تتجنبوا مسببي بيت الربو اللي هي التدخين وتراقبوا التنفس متاعكم وتتعرفوا على احتمالية حدوثنا وبتربو كما سعال الخفيف وإلا أزير الصدر وإلا ذيق التنفس وإلا تنجم ديما زوز أعراض تكون مصاحبة إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل هذي شفخ سنتي شفخ سنتي نزلنا مصنين معكم في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجمتهم أحياتكم أنتم ما فيها لدكتور بعد شوية يكون حاضر معنا دكتور سوفيان عبدالكيفي أخصائي جيرا حاعة ما اليوم بشيحكي لكم على أعراض الفتق الأنواع المتاع والعلاجات وأهم المعلومات اللي تنجمت فيتكم هل أنه فهم أنواع مختلفة وإلا ليت تليفونتكم على 70-035-120 وإلا 77-188-189 إذا كان عندكم استفسارات نذكركم أنتم في الاستماع إلى إذاعة القيروان للصحة سنتي 5.0 سنتي 5.0 سنتي 5.0 في سنتي 5.0 كل عادة في ساعتنا فين نحاول نجيبو معنا أهل الاختصاص في كل المواضيع الصحية اللي تنجمت هم الصحة متاعكم تدفيت في ألو دكتور موضعنا لليوم وممكن يهم برشة نيس خاصة نيس اللي تعاني من الشيء هذي اللي ما بش نحكي لكم على الفتق خاصة الفتق اللي يهم الجدار البطني خاطر هما يتعدوا الأنواع متاع الفتق سنو الأعراض متاعه والأنواع العيلة جيد اللي تنجموا وتتناولوهم هل أنه فهم عملية جراحية وإلا ليهذا اللي بش نعرفه بأكثر تفاصيل حاضر معنا دكتور سوفيين عبدالكفي أخصائي جراحة عامة ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الأغالبة دكتور قليلي يتبع مستشفى ابن الجزار أنا نسي مرحب بك دكتور مستشفى ابن الجزار أما هي وحدة الأغالبة للقتصاد الجراحي اللي تبع مستشفى ابن الجزار حط الأم في تارة بشكل كنستعف أما جزار تنسوا مرحب بك دكتور 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 موضوع مهم جدا الفتق باش نيسحنا نسمعه خاصة ممكن جنرال ما برشا نسي ممكن أنت غيمين نسمعه اللي تقول لك عندي فتق حتى تمشي للتشخيص الذاتي وحد تقول كينا بوسيبراني عندي الفتق شنو ديما نجمو نحكي وساعة عالفتق كتعريف عام للفتق شنو وهو واللي قلنا احنا ديجا حكينا قبله بشوي قلنا راهو برشا أنواع متاع فتق ما احنا ديما باش نتخص ونحكيو عالفتق اللي خص الجدار البطل دكتور هل وسهلا نعتذر على التأخير لأسباب مهنية هما قلنا من بونوفيل البونج الحمد لله يا ربي حمد لله واشاء الله نشكره كل المتدخلين والفريق معنا يمدي الخدمة راجعت هدا أهم حاجة محبب بكل مستمعات ومستمعين لحياة فان سحيح الفتق هو الفتق كي ميكون نحطه على جوجل كلمة فتق تخجرنا برشا فاتق لكن اللي يهمنا اليوم بش نحكيو عالفتق اللي يهم جدار البطن جدار البطن هو ببادة ما ننصفه هو انه يكون عنا عضو عضو اللي هو مصرانة ولا اي حاجة في وسط البدن تكون خارجة من البطن يعني فما هو جدار البطن فيها عدة الييف كوش بعد بكوت بلزر كوش فما العضالات فما لتندن فما جلد وكل شيء اللي يهم ضعف ينجم يكون خلقي معنى كونجيتار وإلا مفتق معنى يظهر يظهر وكما قلت انتي يهم انسا يهم الرجال يهم الكبار يهم الصغار وفيه عدة عدة انواع وتشخيص فنحكيو عليك هنا يا دكتور كما قلت لك أنا ينجم يكون تشخيص ذاتي تقول لك أنا عندي الفتق في كرشيو حادة حتى المرا خاصة عليش قلت نسا فما نسا خاصة اللي يبعدلو اللي دمتاح هم بوسبل تقول لك عندي فتق من هزا شرزين طبعا نحكيه احنا كيفاش ينجم يتجاوز المشاكل هذي متاع الفتق ناس ما عزادة كيفيف يقول لك الصغير هذيك تولد عنده الفتق هونيا كيفاش نجم نحكيه على عراف الفتق باش نوس نقول احنا سيبو هذي الفتق هو العراف الفتق انو يكحس في بطن معناها من تحت سدر حتى لالوطة وكل يحس في العام كعبورة فما حاجة لكن كل كعبورة ليس فتق لكن الفتق عنده كيف كح يخرج هذا الفتق نرجع له الذي هو نحكيه ويحس فتق وذكرت انت صحيح انو بعد اي عملية جراحية سيكون فتق عن جدار بعد اي تدخل جراحي ويكون فتق معناها اشهر بعد ولا سنين بعد حتى عشرين سنين بعد انو عملية جراحية هي نوع من التدخل جراحي بتبيع وهو سبب ضعف في السفاق وضعف في الجدار البطن وضعف هذاك فما عوامل العوامل هي السمنة هي الكحة هي القبض اللي خلي فما توازن بين الجدار والضغط اللي داخل البطن اذا ضغط فيق القوة الجدار يتكون الفتق ونرجع بالتبيع للفتق اللي عند الصغار اللي هو كونجينيتال على ثريف السرة اللي هو بحكم الولادة بحكم الكوردون بيليك اللي هو موجود لكن بحكم العمر معناها الأشهر حتى شي عام يتسكر بحكم النمو الطفل يتسكر ونفهم اي تدخل لكن بالتبيع يجب اي فتق نرى هذه الرسالة التي يجب أن تكون واضحة اليوم أنه أي فتق ولا نشك في فتق يجب نرى الطبيب العام ينجم يشخص المرض ونجم يوجه للطبيب الاختصاص لما نتلاه بالجدار هو لا يمكن أن تقع الأمعاء تقع الاختناق ونجم الانسج تقع سوفرانس ونبعد تقع مشاكل أخرى التي تكون تهدد الحياة نكون واخن نجم لنحط الأمور في نصابها لكي يفهم وكي يكي كدكتور لكي تسمع فينا لا تستسهل الأمور لكي نعرف برشد سيد تقول لك عندي فتق هاني نحاول نتعامل معه هو الانسان كما يقول ساعات يقول تبيب نفسه ما معناها عندي فتق نحاول منكوحش ولكن كوحن نحطيدي عليه بتبيع نهزل ثقيل ورزين ونهز على مرتين واني عايشة لابس وهذا المساج نقول لهم صحيح لو كل يماتلولا إذا شخصنا أي فتق يكون تشخيص متاعه ما عادة حالة نادة تنحكيو فيهم أي فتق تشخص ولا نشوك فيه ماذا بينا نمشيو ونعدي وعند تطبيق ديركتما استيشارة تطبيق هي الخطوة الأولانية اللي نجموا يقوموا بيهم من الأول الدكتور الأعراض تنجم تصحبها أو جاع وإلا جس تنجم حتى كما قلت أنتي معنا جس تخروج بأقزمبل السر فما حاجة معناها تنجم تقلق أما فما أو جاع فرصة ما معناها مرافقة هو إذا الفتخ معناها فتخ نكون مرافقة وهي كما قلت إنسفرانس فما الأمعاء أو الرداء إبنتوالما معناها الدم مش قاعد يوصل بالكداب وفما وجاع اللي هو مثلا كي يقول لك الفتخ ويعرف بمعناها المريض يعرف يقول لك الفتخ وإلا ننزل عليه يرجع يرجع يولي معها يرجع يرجع يوجع وما يرجع لفات أنه ما يرجع يرجع نسبيا زيادا تبديل الأوصاف يكون مكان يوجع وليوجع يدخل ويدخل ومعاشي ويقعد من البر يعني هذا بيانسور وكان قدر لفما أمعاء تولي فما ديك ردين ومعاشي يتلق لهوا الواحد تولي حال استعجلي قصوة مدر هنا المسيج دكتور بسك حكينا شوي على الموضعفات الموضعفات التي تنجمت قبل الموضعفات التي تنجمت كما قلت تولي حال عسر لا يتلق لهوا ومعاشي صعوبة التبرز ممكن حاجات كما قلت ما هي الموضعفات التي تنجمت هو الأكثرية التي خوف في جدار البطن هو جدار البطن كما قل حماية للأمعاء والأمعاء حصل أمعاء الدقيقة بحكم تتحرك في وسط البطن لا تلقى الفجوة وتتلح في وسطها وتتلق ومعا تتلق الفتق في نوع الاختناق وهذا شكل خطر المسرنة تتقعد غادي ومعاش يدور الماء ومعاش يدور فهو وتتلق هو الخاصة الفتق الإرابي والفخري هو الذي تعمل فيه يعني المسرنة الكبار ساعات تقول عندي ولسيس وهذا تقول عندي ولسيس وتقول لك مع ساعات تتجد مع مريضة يقول لك عندها انسداد ويرد وعند وخلق وكل وما كان فبتم لي نرى في الولسيس هذا ليس الولسيس فتق يعني يكون منتبه لشيء منتبه يقول لا ليس الولسيس لأسة تنانية ترانجلية فتق يعني يمكن تدخل العشد هذا الأوسط ومعا الفتق الذي قلنا أنا عايشين به فما نسمح سبتة يقوم بشيء يقوم بشيء وننزل عليه هذا هذا لا يوجد متعامل به كما قبل صحيح نستعمل لكن الفتق الذي شخصنا رأيه علميا ويكبر 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 برشا تولي حتى المحتوى الكرش يولي الفتق الكبار بعد عملية قيصرية عشرين سنة والعملية جراحية تدخل آخر بعد مدة طويلة يكون الفتقة ذا انو الامعاء تستسل تتعيش في الفتقة ذاكا ويوالي الترجيع فيه مشكلة مشكلة تبيرة وهذا فمتع نذكر كما التدخلات التي نعملها اللي يعني يخلي يخلي اللي ينبعد بشتوالي صعيب على المريض ويطبيع على جراح الترجيع متاح نحن ندركوها فما التحذير العملية نحكي وفي شنو هدا برشاني استتسائل الدكتور من ضمن لبعض الأسئلة جتنا على الفيسبوك قال لك هل أنو نحكي على ديز انترونسيون شيرجوكال هل أنو فما فتقي نجمي تنحى من غير حتى عملي جراحي لا معنا فتقي هذا شخص نحن مشي مشي يكبر نحن نجي على العوامل مثلا نقول كيف ما قبض نحي وكيف ما نداوي ها وكيف ما نعم تع سن نداوي ها لكن فما فجوة فجوة تزيد رأي ساعات بالمليمتر بالشهر بالمليمتر باران ما بشنوف بالشجين هار ومشي كبر وقد ما يكبر فتر قد ما تصعب العملي بعد نفهم أن المريض يتعلم بأني عايش بيه نسي روحي وكيف قد المريض ببنفس لكن لا إذا شخصنا نحن نعمل عملية مبرمجة كما ساعد نبعد في الصيف على حكاية السخان والعرق وكل نبعد على عمليات هذوما لكن كل شيء لا تقلق نعمل عمليات على مدار الساعة على مدار العام نعملها وكيف نعود بها سنتي تي تعاون على الأخر وكيف لا يرجع الفتق بعد الخياط السهل معنا نعمل 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 فتق شخصنا يتطلب تدخل جراحي وتدخل جراحي في أقرب وقت ليس في جمعتها ولا في شهرها يركح ومور ومريض كما قراء وخدم 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 يشوف بيبل بنج كما نجم نقص الوزن زاد نصح برشا مرضى تنقيص الوزن قبل العملية يعاون برشا مريض حتى على الركوبراسيون بعد هذا مهم يسر عملي مبرمجة بامتياز أما إذا فما أعراض الفتق يتبدل يقول لدكتور رأي مثلا ولا يوجع يقول لدكتور ولا يخرج مقلقني معه لا ينهز رزين تختلف العملية الجراحية خلنحطوهم في الإدار قلنا العملية الجراحية تكون مبرمجة تعرف وقت مش باش تعملوها لقدش المدة متاحة خلي باش المريض يعرف خلنح نحيو على العملية الجراحية دكتور العملية الجراحية عملية مبرمجة والعملية نقوم بايتها في القروان هي عملية كلاسيك معنا جراحة معنا لكن تتكلف أكثر وفيها خصوصيات معينة لكن الجراحة بالمنظر ديما أقل وجاع الجرح يكون أصغر وكل لكن هذه لا يوجد متوفرة حاليا لنا نحن نحن حق ثابتين لكي نطور المتريال والكفاءات في التاقة خطر العلم الشيكور لكن العملية الأخرى الفتق الكبير و لا يصير النسبة كبيرة من تصير تدخل جراحي كلاسيكي تتقع العملية تتقع إذا تحت السرعة تتقع العملية تتربون لكي نرشي الاستيزي المريض يبدأ فاق لا يشعر الوجاع و لا يخرج في نهار و لا يخرج الوصباح يخرج للباس بالنسبة للفتق الكبير تكون كل ما فوق السرعة سيئ سيئ المريض خاصة و الطبيب لكي البلاكة هذه معناها الشبكة سيئ 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 أقل وقت الانترون دكتور قديش يكون و قديش أكثر وقت في العملية أكثر الفتر يعني عملية يكبر الفتر عملية تكون أكثر فما تشخيص وتدقيق و عملية جراحية ترجيع المحتوى التعليم التعليم يكون أكثر عملية فتر كلاسيكية ما ترجم من نص ساعة غير بعد وقت الجراحة لكن نحن 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 المريض سألونا لفمية وقت يخرج فما يخبر المريض البلاك نحن نحن ونرى يعمل البنج الانستيزي وكامل تطال تقريبا ساعة غير بعد نص ساعة في هذا ون يدخل يخرج ساعة من المن بالنسبة للعبئية البطن في خدمة معناها هذا ينجط حتى أربعة سوايا أو خمسة سوايا ويكون في بيت العملية تقريبا ثلاثة سوايا تحت البنج تقريبا في حال تحديد معناها الحقيقة العملية التهاون غير مسموح في الأمور هذه خاصة دكتور قلت التشخيص والتطبيب الذاتي خلينا نقول نحن عايش نحن قلت أن تتركوا لمواضيع عادية لكي نوصل المعلومة لمواطن بالحق المواطن نفهمه يقل لكي قاعد وعندي فتق ومشي بشي الاسبيتار ومشي تلينيك نعمل عملية وكذا مثلا نقف على الخدمة ساعة لا تخدم لا تسترزق ثلاثة ظروف اجتماعية وشخصية ونفسية نحن موجودين لها نقول نفسر لهم لا يجب أن يخاف للمريض لكن يجب أن نقول رأوا لا قدر الله رأوا كما قلت أنت رأوا فما انسداد الأمعاء فما حاجة لا نحب أن نصلها لا نحب أن نصل أنا مريض يجب أن يصير عملية عقب الليل وعنى أورجانس لكي نمنعو من الحال لأن يكون برمجة وكل ما يأتي به والأهم هو التشخيص إذا كان حصل بالأعراض أو جاء لا نقول أنه لا يوجد الفتق نتأقلم مع الحاجات أنه شخص ومفهم حتى أشكالية يمشي الطب العام ينجم شخص ومبعد تقع مرأس طبيب الاختصاص ونشوفوه ساعات يبدأ والسيس والسيس وقتا نعمل الكشف بالصداء أو نسحق حاجات نكشف بالسكانير لكي نفهم أما 90% من الفتق قرام الكشف يكون باليد معنا الكشف سريري كتبير نسبة كبيرة من الفتق لكن هناك حاجات نشوفوه ونشوفوه ونستحق تشخيص بصداء نتبه إكوغرافي يعني فماشي مرض آخر أسوسي يعني كما نقول المهمية في الجراحة أن نعملوا إكوغرافي تشخيص بصداء عندهم حاجر في المرأة ونعملوا عملية بزموان فرد وقت نشوفوه وإلا عندهم لحما بني في الأرحام وننسى نقول مثلا تشخي للجينيكو ونعملوا عملية ونعملها برقل لكي نعودوا لكي نقوموا شك معنا مع بعض ونشوفوه نحن نتبه ساعات في النوم نطلبو سيستمتيا لكي نقوموا إكوغرافي سيد معنا المريض دكتور تحضرنا الكسك حاضر معنا التليفون حاضر معنا مدام علي مرحبا بك على موجهة راجل حيث في مرحبا مرحبا موضوع لديها الفتق حبيت تدخل معنا في الموضوع أنا عندي حكيت 13 من 2 ولدت ولايت بالعمالية ممتا بعد كينا ولدت كرشي كليل حس فما حاجة مقلقت من كلكعبورة فوق السرق ممتني نتبه مشي تعديت عندي قال لدي عندك فتق بو سكرت يانا معنا ما تشهر لي لي شي وكر شي تكبر شي تكبر برشة فأر عودت المرأ أخر مشي تطبيب من عدية بصار لي تجافية كعملت لدي ليكو قتل عش من غوة قال لي لدي فاتق مدامرة وعند بولد غريس وإن صرف هم شفت هنا في ليكو شفت كبيرة كأبر من العظمة قال لي أنت كنت تحب العملية لكي تنحي الكرش وتنحي الأقلاق كنت تحب لكي يقلق عايش معكم ويعمل لكي تنحي لكي تنحي وقلقتني كبرت برشا وقلق لكي تنحي مثلا حاجة أجزتي وإلا نتعب برشا في القرية ولا في الدروش يقلق لكي تنحي تنحي صورتي تجاني هم هم هل هل لديك سؤال آخر هل هو الدكتور هو بشي يجي وبكاد يقول ما هو الحل ما هو نام عسام مرحبا بك حبيت تشخيص اللي صار وليكوغرافية كيف لديهم تقريبا المدة التي عملتها تشخيصها مدة قد قد يستاش نسنين من عملتها عملتها 16 عام 16 عام ويجبت العملية ويجبت بيع العوارضة مثل الكعبورة وفق السر من بعد عاودت عندي عامين وجدتني مسارمي في الشكل ويجبت لدكت قل أعمل ليكوب يجب أن يكون حسنا حسنا لديك منتقال وحسنا لا تفتق ويجبت ويجبت في الإخوة نحن عن الموضوع إذا إذا تقلق وما تخوف نصح لأن تتعدى عندما تكون مختصاص القسم عن عدة خارجية سباح في المستشفى سأرى ونرى فنبدأ شخص جدد. ولكننا الآن عندما نكون أقلق عندما نجد نفهم وجاعة. ليس كثيرا. تحصل أقلق، وهناك أقلق فيه في كل قاعدة تكبر ترى على حبله في الظبع. نجم الآن ترى شخصية جدد. فإن تدريس مكورة، فإن إليه تقريبا من فطق بفطق وإن تدريس مكورة تقدم أن مكورة تقريبا من العديد من البعض تقريبا بأن تزيد مكورة ولكن هذا هو شخصه إليه نحن يرغب أن يتوقع في فطق پسون مكورة وأنه تقضي ومكورة ونحن يتعلق من المهم إنك إذا لم يتقلق أي شيء فأنا تنامح بك سمحني للثورة出來 تشير اليمين من فوق وفوق 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 وليس تقنقني برشا هذا هو حتى كنت نحكي ياسر مع العبات يتقنق لا هو مفهم حتى أشكاليا نشوفوك مدى نخطر البطن وكما نقول وراءه ما النجم يكون عندك مثلا نقلق فلا يوجد شيء في المرأة فلا يوجد أي شيء نجمه شخصا بعد ما هو نحاول نركب ذلك على حكاية الفتق طبيب الاختصاص موجود نعود نسلوك ونشوفوك ونعملوا التشخيص الأعراض التي لديك ونشوفو البطن ونفحصوه ونجم نعملوا إيكو ونعملوا سكانير ونعملوا حاجة لنفهموا الموضوع بالضبط أما الراجح يجب أن يكون مدام أنت عملت عملية مدام يجب أن يكون فتق ولا كما قلت بي بالدفوار دفوار الذي يجب أن يخامه أكثر أنه ديما ستقع دقيقة معناها هذه الجراحة التي تضعف الصفاق وضعف البطن ويجب أن العوامل لديه فكتور فكتور بي احتمال مثلا 50% أو 40% يجب أن يكون فتق ونحن نشوفه ونمسه الكرش ونسألوك بشتكوح وتاقف ونشوفك كما يصبح عبد واقف وعبد راقب ونستجدون بالكو ونحن في القسم نحن الأطباء موجودين كامل أيام أسبوع معا عدا يوم السبت ومرحبا بيك ونحن الأطباء في العادة الخارجية بالأغال ونحن نشوفك ونحن نشوفك مرحبا بك مرحبا بك إن شاء الله دكتور أكيد دكتور كان جيوبك على التساؤل كما قلنا دكتور ونحن نشوفك مرحبا بك نحن نشوفك ونحن نشوفك نحن نشوفك تشخيص بولدو غريس نحن نشوفك ونحن 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 نشوفك مادئة هناك بعض الأشخاص ريسكي أكثر من أشخاص أخرين. هل يكون هنا العبيد الريسكي للفتاق؟ قال أنه الرجيم المطاري نجمي قلق، قال أنه كثرة العمليات. ما هو الفاكتور الريسك الذي نجم المساهم؟ بالنسبة للغنية، هناك حاجات خلقية كونجييتال، هناك نوع صفاق يبدأ ضعيف قليلاً. حتى هناك فاكتور الريسك خلقي أنه يسرع عمر 20 سنة أو خمسين سنة أو يعمل قليلاً قليلاً أو يظهر فتاق، هذه هي عوامل كيما نقول فيزيولوجياً. ما حاجاته؟ ثم العوامل كيما نقول المهنية، العوامل المهنية، أنه كما ننصر هذا الظهر، كما ننصر الخدامة التي يهزوا تسكي أفور، أنهم تقسموا لشارج، أنه تزهر الزين، وبرشة حق مرضى جوني، يقولون أن هذه نجمع في حاجة، وهزيت غاجر الزين، ورشكرة التعسيمين، حسيت الترشيقة، وعندما يقوم بإمكانه التعسيمين، يقولون أنه تزهر الزمن، كل ما ينجم، هو توازن بين الضغط في البطن، وقوة إسفاق والجدار البطن، لذلك، أنه يقوم بإمكانه التعسيمين، وهذا يعني أنه يهز الزمن كبير، فما ينجم يكون عام. ثم العام الآخر، هو سيدان ديزي كليبر ديبريسيون، فما يعني أنه الضغط ليس متوازن، وهذا يجمعه القبض، يعني حكم القبض، وعنده التباعة صعيبة، يعني أنه يجب أن تزهر الضغط، وكان عنده ضعف فيزيولوجي، يجب أن يكون عامل من عام الفضل، فما العام الآخر هو الكحة، الكحة المزمنة، برونشيطية كرونيك، يجب أن تقلق، يجب أن تقلق، ويجب أن تقلق، ويجب أن تقلق، ويجب أن تقلق بالصدرية، الكحة يجب أن تقوم بالفلكس، وفي وقتها نتخرج الأوسائق، ومعني أنها شيء طبيعي، هذا يجب أن تنزيد الأوسفيق، ويجب أن أسمني، ويجب أن تقلق أ liz fathersїن، يعني أن هناك وarde تعارف فيزيول действوان، آنه ما جد الاستقل، ون抵開始 المز queue، فعندما تقلق بعض الأوسف بطنية، مثل عم الأسفل، أو لقدرها مخلق جداً، أو يخصي أن ت деньги، نجد المأمر، pó Station. لا تتحدث عن العامل الوراثي، لا تتحدث عن عامل الوراثي، لا تتحدث عن عائلتك في عائلتك لديك ملاحظة أو ملاحظة. ممكن لبدا أنه الغذية أكثر، هذا هو عامل الوراثي، ومعامل الوراثي للمشي والشافية. قلنا عن العوامل الدكتور وقلنا عن عملية. من بعض الأسئلة زيدة، مدام ألفا سألتنا قاتلك، هل أنه هناك مشاكل الدكتور بعض العملية؟ من المتابعة؟ طبعا، كأي عملية جراحية، يجب أن يكون هناك مشاكل الدكتور. لكن هناك بعض العمليات، هناك بعض العملية جراحية، يمكن أن يكون هناك نزيف موضعي، أو تعافن، أو أجاع ريزيديويل، ولكن نحن بحكم الخبرة، ومعامل المرضى السيليكسي، ونحن في حالات استعجالية، نتفادي عن أمور تقنية، نراقب بها، كأي عملية جراحية، كأي حاجة، هذا هو الذي قلقنا أكثر مناة، ومن هو تعافن الجرح، وبدأ عملا بلاكا، لقد رفع من تعافن وبلاكا، فما قلق، لذلك، نكون العملية بالتعقيم محكم، قبل مريض، نصحب الشيء، تحضير الجلد، وإذام الشعار، ومعاملها، أنظر التنت، لا يوجد الغزاج، ونظر التنمط، يجب أن تكون مناعيزاً، لأنها تجربة مع المساعدة للتعاجل لربع المسميه يجب بعد الامر انظر تلك صدقة لا تجربة المساعدة أو بالأساس ، إنه لا يجب عليها النمل أيضا أن الإخداد للأساس وكما أنتونية ، بذرستدر وكما يصدر عن الإخداد معتافة أو المغ頭 لكنه يصدر بالأساس من الأخرى من بعد فما الغيسيديف أغنية إذا الفتق يكون كبير والعامل الموجودة حتى كي نعملوا بلاكة ينجم الفتق هذا يرجع ماء الحمد لله كي معنا يتوذ بان البلاكة هذا بكازي سيستيماتيك معنا التسعين في المئة حتى أكثر بانا خمسة وتسعين في المئة مرضى نعملهم عملية في الجراحة نحطوهم البلاكة بنسبة الفتق الإيرابي معنا فتق ذاك الباطنين نعملهم والفتق السوري دونك الغيسيديف ما ما فماش بدلها حكينا علي ببي دكتور قبيلا بشاري قناية ولهما بال الفتق وكيف تكون العملية بالنسبة للباسي أم عمر العملية هو معنا نسنا هذه معناها السيورجين بيدياتري قولوك الفتق ما نمسوه شي لو نشوفوه لقدر الله بان لوم مزيمة جي تعدي لقدر يكون فيها أما طبيب ديما معنا اللي شوفناه أنه الفتق ذاير ربما باليرجع ماء يمسوا طبيب يمشي ويجي كي بكي سغير يطلع الفتق ذاير أما أبود آنان شبان معنا حسب حسب المعلومات اللي عندي يوصل ماكسما جسكى دوزان ويتسكر واحدة خطر الصفاق مكتع فهم الكوردان بالي طب سوف يقلق معناه فهمة أنه يخلق معناه هم يطلع العCCنية ويطلع أهلا تتلعف ذلك أهلا اختصاص يعملوا ما ننشوه قبل عمين روهما يشوفوا أسكو تصغير متقله شنوه كار وكار أما لوم يتكون منتبهة لشياده وتشوف حكاية الفتق دايموا رجل هنا أحكينا من قبل احدهم وهمهم يعرفون كيف يتعاملون هنا. في الصغير هنا نعرف بعض الأمهات التي تخيل صغير متحا يبكي. لا يجب أن يكون هناك الكامل في الفاتق، لا يجب أن يبكي بشراء موالكاً. فلن تنجب أن يكون الفكتورا موالكاً. هو فكتورا نجم. لكن إذا يبكي سيكون هناك مخطر. كما تريد أن يكون تقلباً. عندما يكون هناك صغير يبكي. هناك مخطر. وأنه يبكي متحول المشكلة لماذا يبكي بشر. صغير وعامل من العوامل هو أنه لا ينزل على الكرش برشة معناه هذا هو أما إذا صغير يبكي سك فما إنتهاي فما أقلق فما حاجر تكون منتبهة وأطباء الأطفال موجودين بشي يشخصوا يكون في حالة عادية فمتنو نحاولون نعطيهم بعض النصائح الدكتور وشيخ تولي نحن قلنا نحن من أول ما عليها القاعدين نحكيه على الفاتح قلنا الأهمية القصوى هي للتشخيص وما تستهينش بالحالة متاعك ديريكتما تمشي بدم عليها كان متنق 16 سنة منذ العملية الأولى قاعدة تحس رزمو هي مشيت دجا شخصو لها الحالة أبدا ديما تقعد هنا في تشيك أب دكتور نعطيهم بعض النصائح حتى للناس اللي برانشاء لتسانتليف نحن نعطيهم بعض النصائحة أنه إذا عندك أي قلق في البطن أو تشعر بالعامية كعبورة والكعبورة هذه كما نقوله تكح تخرج ولا تنجم ترجحها تطوط ببرش مرضي يقول لك أن النجم ترجحها هذه كانت تشخيص الفاتح لكن يقعد تشخيص طبيب طبيب العائلة أو طبيب العام ويقعد توجيه المريض إلى طبيب الاقتصاص لكي نحن نفهمه وميانسون كما قلت طيح مرفوع إذا فقنا بالفاتح هذا ماذا بينا نعملونه العملية متاع ومعنى في المستشفى أو في مساحة هذا كل معنى الطباء كل موجودة في القرون ما شاء الله ما شاء الله نعم كأي شخص نجم تقوله هم أنظمة مدوة بالأستيتيق متاحة العملية هل أنه ربما تظهر كما عملية الولايدة كيفاش تكون السيكاتريزيزيزيزيزية أمتاع العملية وبالنسبة للفتق الذي يرمي عليه الثاني نجمع أن نكون سيكاتري سيستيك باراليل وعندما تقعد جراحة بالمنظر هي الرفيرانس لكن ليس متداول بها هنا وليقنا مزيل الإمكانيات وليس موجودة وبالنسبة للفتق الذي على عملية جراحية وجرح موجودة فقط من بعد نحنا فما نعمل نزادة على التنقيس شحم إبنتوالما نعمل لكي نشير جراح تجميل أسوسية بس كل فتق فما أمور تقنية يخلي اللبو جرح يولي معناه لبدان مستوكوش أما بطبيعة نعمل لكي نعمل مستوكوش ونحن نعمل مستوكوش هنا يا دكتور أنت حكيت على الفتق ينجم يرجع في بعض الحالات نحن نحن نعطيهم ما الحالات التي ينجم يرجع فيهم الفتق وهل أنه بعد العملية ينجم عودة عملية أخرى وإن كيف تكون مستوكوش ينجم يرجع الفتق خاصة إذا عملنا في حالة استعجالية ونحن في حالة استعجالية لا يوجد نسبة عفن كبيرة أو نسبة نقص في السبتيك يعني أن يستبدأ الأمور العامة ونحن نعطيهم بلاكا مثلا تعقب الليل أو شيء لا نحن نعطيهم بلاكا لتفادي أن يقع تعفن بالتفادي أن يقع على العملية بالخياتة كهو فم أحتمال فم أحتمال أنه إذا العوام التي عودتها يرجع الفتق يرجع الفتق بعد قد ثلاث عام إذا عمل العملية بالشبكة أعتقد أن التوجبنا إحصائيا لا تجد Cherro لكن في حالات أخرى نادرة أكثر بعد أن تحدثنا هذه الشبكة أنهم العوامل موجودة، الكحة موجودة، القابض موجودة، السمنة موجودة، ينجم معناها ثلاثة عربعة سنين بعد العملية بالبلاك أو كل شيء. أما هو ديما قولوا سيدة الرجل ديجانية معناها هي معناها prévention. ديما الاحتياطات تتتكون لكل لازم. Voilà، هذا هو. Voilà، دكتور. كيفية التعامل بعد العملية، بعد الرجاب الرجعة نورمال؟ قديش نورد معاتش لازم نحس باركزم 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 قبض ولا حاجة، لذلك يمكننا التعامل هنا. الآن لا يكون التعامل، كما نعرف، نحن الى المرارات المتحدة، لديهم رجيم أليمانتر معين. هنا لا تختلف، نحكي عن السيك. بعد العملية، نعطيه تقريباً ما بين 15 و 21 يوم، يعني راحة لطن يعمل السيكاترياسيون. لكن بعد، برش يجيوني يقولي للدكتور، أنا تعملت عملية، يجب أن نعجب أن نعمل، نقول لهم لا إفراط أو لا تفريط. نعمل مع روحك، مثلا، تغير للسيكاترياسيون يجب أن ننجز ستجل، ثم نحتاج إله أكثر. نعمل مع العملية، يجب أن نتعامل تعالى نعمل عملية تنطيه ولا تفير إنه اجهد أكثر سيطاة وهناك بعض البرمجة من بعدهم ، ولكن القبيل على الكحة ، التي تتخذك أي شيئ ما необход لكن هذا هو ، أردنا أن أحب أن يعمل وأن يمشي. فهو لا يحدث. لكن عندما نبدأ على هذا الأمر ، في وقت 6 موات أخرى ، نسيسور إلينا. وهو الطبير من الأسلحة ، نمنع الجهود ومعاق الانتنس. أخذناك أخذ بالفتق ، يتحدث عن الفتق في الجدار البطن ، الذي يتعدون الأنواع عن الفتق ، وإذا كنت ترى أن ترى الطبيب العائلة والطبيب الاختصاص يجب أن يكون يقع اختناق في هذا المساج لا تخاف منه لكن إذا كنت ترى الطبيب العائلة والطبيب العائلة والاختصاص هذا هو الفتق الإيرابي والفخذي عن الفتق السري والفتق الذي يهم الجدار والفتق ميبراش وحده والفتق ميبراش وحده والفتق ميبراش وحده يجب أن يكون التدخل الجراحي ومعناها الأكثرية يعني نحط له البلاكة هذه البلاكة التي تكون تفادئاً ومعناها أن يتفادئاً أن يتفادئاً في هذا العوامل وبالبعض السيطرة التي نعودها للعوامل الكحة اسمنا القبضة ذو ما ماذا بنا نتفادئه شكراً لك دكتور صوفيين عبدالكيفية قصائي الجراحة عامة ورئيس قص الجراحة بمستشفى الأغال باتبع لمستشفى ابن الجزار الحقيقة معلومات مهمة جداً على الفتق وأنتي كنت خدمت لهم بنصاح إن شاء الله تو عابير تحاول تخرجينا خاصة لكستخيل خرين يا عابير اللي دكتور تقريباً في الأخر لخص كل شيء التشخيص ثم التشخيص اللي يعتبر مهم جداً في موضوعنا لليوم الفتق عاتنيكم الأعراض متاعه وفي الأخر حكي لكم دكتور على الأنواع على العلاجات المختلفة إن شاء الله دكتور عنا مصافحة أخرى إن شاء الله معك في مختلف المواضيع مشكور جداً أنت على تلبية تضع الدعوة ورغم الشارج وفرحنا للبنج الجعدي اللي بلوز أمورتان دكتور بتوفيق ليكم الكل كأهل الإختصاص وكأطبي على تأديث الوجب امتاعكم هكا حنا نكونوا كمانا 105.0 لليوم إن شاء الله معك في الأخراج التقني للحصة عابير اللي أمنا تلكم الدجيتال حسين مريحي معنا في الأعداد مريمانصولي كتابيك خطولكم في أقل من تقرتي لديكم سيوار بن حميد قراء في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية سيناً حصيهم حمدي لديكم في الكب ميدي دعوكم برانشي على تسان تيفام وتستفسروا معه وضعياتكم الصحية ملا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة النصر النهار على الحياة الفام في سانت بوزيغو صحتك بالدنيا